ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر توقف الإشادات الواسعة باحتضان المملكة لهذا الحوار الذي يحمل رسالة سلام للعالم بأسره أشهد وكيل الأسهر الشريف الدكتور محمد طويني بجهود حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مشيرا إلى أن البحرين أصبحت نموذجا للتعددية الدينية والقبول المذهبي والتعايش الإنساني بين كافة الطوائف على أرضها مؤكدا أن مملكة البحرين حققت تقدما ملحوظا في إرساء الأخوة الإنسانية بين جميع الأطياف كما أشهد عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأسهر الشريف الدكتور أحمد حسين باحتضان مملكة البحرين في الفترة من الثالث إلى الرابع من نوفمبر لملتقى حوار الشرق والقرب مؤكدا أن الحوار قيمة حضارية وأساسية في ديننا الحليف الذي أرسق وعد التعارف والتعاون من جانبه أكد عضو هيئة كبار العلماء بالأسهر الدكتور فتحي عثمان الفقي أن ملتقى حوار الشرق والقرب البحرين خطوة مميزة ونقطة نور في طريق الحوار بين الشرق والقرب تسترشد بها الأجيال القادمة في معرفة الآخر اشتركوا في القناة